السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي وصديقاتي في فيديو جديد فيديو اليوم خاص بالضمائر المتصلة إذن درس الصف والتحويل من مرجع الواضح في اللغة العربية لسنة الرابعة من التعليم الابتدائي الصفحة 129-130 إذن سنبدأ بألاحظ وأكتشفه أقرأ النص وأكتشف الضمائر التي ترتبط بالكلمات المضغوطة إذن لنقرأ النص قالت الأستاذة يهتم مغربنا بعدة أنشطة اقتصادية فزراعتنا متنوعة والصناع يعملون على تطوير إبداعاتهم أما التاجرات فيبحثنا عن كل جديد لزبنائهن إن المغرب بلد يشجع كل المبادرات التي تنمي اقتصاده إذن لاحظوا معي الكلمات المكتوبة إذن بخط مضغوط قالت مغربنا زراعتنا إبداعاتهم فيبحثنا لزبنائهن إذن فهذه الكلمات اتصلت بها مجموعة من الضمائر مثلا قالت إذن اتصلت بها إذن تاء التأنيت الساكنة إذن وكسرت هنا لأن إذن التقاء ساكنين إذن يكسر الأول إذن لا يمكن أن نقول قالت الأستاذة إذن التقاء ساكنين إذن نقول قالت الأستاذة إذن هنا اتصال الضمير إذن التاء بالفعل قالت يهتم مغربنا مغربنا إذن اتصلت به النون الدلة على الفاعل كذلك زراعتنا النون الدلة على الفاعل إذن إبداعاتهم إذن هاء الغائب يبحثنا إذن نون النسوة إذن لزبنائهن كذلك نون النسوة وهاء الغائبة إذن فهذه الكلمات اتصلت بها إذن سواء أسماء مثل مغربنا أو أفعال مثل قالتي إذن اتصلت بها مجموعة من الضمائر إذن هذه الضمائر إذن إما التأنيت الساكنة أو ناء الدلة على الفاعل أو مثلا لدينا هاء الغائب أو هاء الغائبة ونون النسوة هناك كذلك ضمائر أخرى مثل مثلا واو الجماعة إلى غير ذلك من الضمائر التي تتصل بالأفعال والأسماء إذن لاحظوا معي إذن أحلل الجملة وفق النموذج السابق أنتما تقدراني العاملة وأنا أشجعكما على احترامها إذن لاحظوا معي تقدراني إذن ألف إذن ألف الاثنين إذن اتصال ألف الاثنين إذن تقدراني بالفعل العاملة وأنا وأنا أشجعكما إذن كما إذن الكاف هنا كاف الخطاب على احترامها إذن الهاء هاء الغائبة إذن اتصلت بهذه الأسماء الضمائر التالية إذن ألف الاثنين إذن كاف الخطاب وهاء الغائبة إذن الاستنتاج الضمائر المتصلة هي التي تتصل بالأسماء والأفعال والحروف وهي تاء الفاعل المتحركة أو ناء الدالة على الفاعل ألف الإثنين واو الجماعة نون النسوة ياء المتكلم كاف الخطاب هاء الغائبة وهاء أو هاء الغائبة هذه هي الضمائر التي تتصل بالأسماء والأفعال والحروف إذن أقرأ النص وأستخرج ما ورد فيه من ضمائر متصلة إذن إنها التجارة إذن إن ضمير أو عفوا إن حرف إذن حرف نص بطبيعة الحال اتصل به الضمير إذن هاء الغائبة إنها التجارة لها أهمية كبرى فبفضل تفاني التجار تزدهر أسواقنا إذن النون الدل على الفاعل وتصبح أنشطتها إذن هاء الغائبة أكثر رواجاً كما أن الصناع يزيدون إذن يزيدون إذن واو الجماعة من وثيرة منتجاتهم إذن هاء الغائب لكثرة الطلب عليها إذن عليها إذن هاء الغائب فالتكامل مطلوب أو هاء الغائبة هنا لنحن نتحدث عن المنتجات إذن مؤنت إذن هاء الغائبة فالتكامل مطلوب بين العرض والطلب ليتحقق التوازن الاقتصادي إذن هذه هي الحروف والضمائر المتصلة يعني هذه الحروف والأسماء وكذلك الأفعال إذن هذا هو درس اليوم أصدقائي صديقاتي إذن الفيديو القادم إن شاء الله سنجيب من خلاله عن أنشطة التركيب جزم المضارع الجزء الأول دائما من نفس المرجع وعلى نفس القناة كونوا في الموعد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر